اشتركوا في القناة مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقة والحرص على تنميتها وتطويرها بما يتوافق مع رؤية القيادة في كلا البلدين معربا سموه عن اهتمام مملكة البحرين وتطلعها نحو توسيع أطر التعاون مع دولة قطر الشقيقة على كافة المستويات جاء ذلك خلال استقبال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة لسموه وذلك على أهمش افتتاح استاد خليفة دولي بالدوحة للنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 وأشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالعلاقات الشبابية والرياضية بين مملكة البحرين ودولة قطر والتي أرصد دعائمها القيادة الحكيمة في كلا البلدين معربا عن أمله في تطويرها بالشكل المتميز في المستقبل للاستفادة من تجارب البلدين في القطاع الشبابي والرياضي وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن خالص تهاني لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني بمناسبة افتتاح استاد خليفة دولي والذي يعتبر أول الملاعب التي يتم الانتهاء ضمن حزمة مشاريع ملاعب كأس العالم 2022 والتي تسعى دولة قطر إلى تنظيم أفضل نسخ البطولة من كافة النواحي الإدارية والتنظيمية وتجهيز المنشآت الرياضية مشيرا سموه إلى أن نجاح دولة قطر الشقيقة في استضافة الكأس العالمية هو بمثابة النجاح لجميع العرب معتبرا سموه أن افتتاح استاد خليفة يوجه رسالة واضحة عن عزيمة قطر قيادة وحكومة وشعبا على المضي قدما وبشكل متسارع بتجهيز كافة المنشآت الرياضية والتي ستقوم عليها البطولة بالشكل المتميز وأثناء سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على المتابعة المباشرة والحثيثة من قبل إحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني لكافة الخطوات والتي تتخذها دولة قطر من أجل تجهيز الملاعب وفقا لاشتراطة الاتحاد الدولي ومعاييره الأمر الذي ساهم في تسريع وطيرة العمل في الملاعب بصورة مميزة مبدي أنثقته الكبيرة في قدرة دولة قطر على الانتهاء من تجهيز الملاعب قبل فترة طويلة من انطلاقة الحدث العالمي